تفقد وزير التنمية المحلية هشام أمنى ومحافظ أسوان الشفعطية مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كومنبو ضمن 19 مشروع للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي سيتم تنفيذه بنسبة 75% ويعد مشروع مجمع مواقف مدينة كومنبو من أكبر المواقف التي تقام في إطار المبادرة ويضم موقف لسيارة السيربيس حيث يستوعب مئتين واثنتين وثلاثين سيارة ميكرو باس بجانب منطقة الخدمات والتي ستشمل 19 محلا تجاريا ومكتبا إداريا فيما سيضم المشروع أيضا إنشاء موقف الكفور للسيربيس اللي استوعب مئتين سيارة السيربيس بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي ستضم 17 محلا تجاريا وكفاتريا ومكتبا إداريا ترجمة نانسي قنقر